اهلاً ومرحباً بكم أعزائي المتدربين في فيديو جديد عن أهمية الموارد الرقمية سوف نتناول في هذا الفيديو أهمية موارد التعلم الرقمية المتاحة على الانترنت والمستودعات الرقمية وكذلك كيفية تنظيم موارد التعلم الرقمي جميعنا ندرك أن نسبة المتعلمين الذين يسعون للحصول على المعرفة في تزايد المستمر ونحن المتدربين نواجه مجموعة من العوائق التي قد تكون خارجتان عن السيطرة فيما يتعلق بتوفير المحتوى العلمي والمعلومات التي يحتاجها المتعلمون لذلك تبرز أهمية الموارد الرقمية في عدة جوانب وأهمها ما يلي أولاً توسع مجالات التدريس ونطاقه وشمل ذلك عدداً كبيراً من المتعلمين ثانياً أنها تجعل التواصل أسهل بين عناصر العملية التعليمية وتوفر تغذية راجعة عالية الجودة في الوقت المناسب وتساعد في كشف حالة التعلم للمتعلمين ثالثاً تخلق الموارد الرقمية بيئة تعلمية ثرية ومريحة للمتعلمين وتساعدهم في الدراسة لوحدهم وبشكل مستقل وتشجعهم على التعلم الذاتي رابعاً تقدم محتوى تعليمياً متنوعاً مراعياً أنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين كما تراعي الفروق الفردية لدى المتعلمين ولكن أين يمكن أن نجد مصادر تعليمية مفتوحة للاستفادة من محتوياتها؟ يوجد العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة التي تسمح بتخزين المواد الرقمية وتقديم خدمات مختلفة تعرف هذه المواقع باسم مستودعات الرقمية حيث تعد نظاماً يحتفظ بالكائنات الرقمية لمدة طويلة من أشهر المستودعات منصة ميرلات وهي مجتمع مجاني ومفتوح عبر الإنترنت من الموارد المصممة بشكل أساسي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب التعليم العالي من كافة أنحاء العالم لمشاركة موادهم التعليمية وطرق التدريس كما تعد منصة MIT OpenCourseWare إحدى المنصات التي هدفت إلى نشر المحتوى الذي طوره أساتذته على نطاق واسع وتستخدم المنصة لنشر كل المواد الدراسية على الويب مجاناً كما يتيح المستودع الرقمي ويسكانسون إمكانية الوصول إلى الموارد الرقمية من مجموعة متنوعة من التنسيقات الأصلية وينفذ هذا العمل لإنشاء موارد رقمية عالية الجودة من المكتبات ودول المحفوظات وإتاحتها لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ومواطن الدولة والباحثين بشكل عام يعد المستودع الفيدرالي للمصادر التعليمية المتميزة مستودعاً مجانياً يحتوي على أكثر من ألف وستمائة من موارد التعليم والتعلم لمختلف المراحل ويهدف إلى مساعدة المعلمين في العثور على موارد تعليمية رقمية عالية الجودة من الوكالات الفيدرالية يشرف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجامعات السعودية على منصة للموارد المفتوحة توفر موارد تعليمية تغطي كل المجالات وتوفر المنصة أدوات خاصة لإنتاج الموارد الرقمية ما الأسلوب الذي تتبعه هذه المستودعات لتلبيات حاجات المتعلمين؟ عند عرض المحتوى التعليمي بصورة منطقية فإن هذا يسهل عملية التعلم ومن الممكن تنظيم موارد التعلم الرقمي وفقاً لمجموعة من الطرق أولاً، التنظيم حسب الأهمية يتبع هذا التنظيم عندما لا يوجد تسلسل هرمي لتنظيم المحتوى التعليمي ويمكن تنظيم المحتوى حسب الأهمية بأكثر من طريقة وضع المحتوى الأكثر أهمية في البداية والنهاية الانتقال من الأقل أهمية إلى المحتوى الأكثر أهمية الانتقال من الأهم إلى الأقل ثانياً، التنظيم من البسيط إلى المعقد يفضل اتباعه عندما لا يكون المحتوى الأبسط تابع للمحتوى المعقد ثالثاً، التنظيم المتسلسل يعرض فيه المحتوى على المستوى المصغري والتدرجي بشكل متسلسل للوصول إلى مستويات أخرى رابعاً، التنظيم الحلزوني يساعد بالنظر في كل موضوع بطريقة منهجية على مستوى أكثر تفصيلاً وتعقيداً في كل مضة ويجرى فيه التوسع بشرح وتقديم المعرفة في كل مستوى أكثر من المستوى الذي قبله خامساً، التنظيم الهرمي يتبع عندما يتطلب المحتوى أن يتقن المتعلم مهارات معينة لتقدم إلى مستوى أعلى من المهارات سادساً، التنظيم من الكل إلى أجزاء يعرض النظام كاملاً أولاً، ثم الخوض في أجزاء النظام بهذا نكون قد استعرضنا معكم أهمية موارد التعلم الرقمي وأهم مستودعاتها بالإضافة إلى كيفية تنظيمها شكراً لكم لحسن استماعكم والآن دعونا ننتقل إلى الفيديو التالي بعنوان بيئات التعلم الرقمية